السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة حذف التطبيقات دفعة واحدة في الأندرويد فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل اللي تحتاجون تسوونها تروحون على جوجل بلاي عندكم رح يفتح معاكم بهذا الطريقة من هنا تروحون على أيقونة الحساب الخاص فيكم وراح تفتح معاكم الواجهة بهذا الطريقة من هنا تروحون على خيار إدارة التطبيقات والأجهزة تضغطون عليه وبعدين تضغطون على الخيار الثاني اللي هو إدارة فهنا يا شباب رح يظهر معاكم التطبيقات اللي موجودة عندكم في الجهاز فتتأكدون أنكم ضغطين على هذا الخيار وبعدين ضغطين على التطبيقات المثبتة فبعد كذا هذه التطبيقات جميعها الآن الموجودة عندي في الجوال فعشان تحذفون التطبيقات دفعة واحدة أو تختارون التطبيقات اللي تبعون تحذفونها تضغطون على أيقونة المربع هذا رح حدد لكم على التطبيق الأول وبعد كذا تختارون التطبيق الثاني التطبيق الثالث التطبيقات اللي تبغون تحذفونها تحددون عليها بهذه الطريقة فلنفترض الآن نبغى نحذف هذا التطبيق وهذا التطبيق أيضا فنحدد على التطبيقات اللي نبغى نحذفها بعد كذا تضغطون على أيقونة الحذف وبعدين تضغطون إلغاء التثبيت فلو تلاحظون ظهر معنا خيار تم إلغاء تثبيت التطبيقين اللي حددنا عليها فبهذه الطريقة يا شباب تقدرون تحددون على كل التطبيقات او التطبيقات اللي تبعون تحذفونها بشكل يعني بدفعة واحدة بكل سهولة هذا كان شرح اليوم يا شباب اذا حابين تعرفون اكثر عن التطبيقات اشتركوا معنا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة